أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذا المجلس الإخباري شوف يا طفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة أمس الخميس وأصيب طفل آخر بجروح متفاوتة الخطورة خلال احتفالات عشورة بمدينة ستات كان يلعبان بيدرامي النار في إطارات مطاطية حيث انفجرت قنينة غاز من الحجم الصغير لتودي بحياة الطفل وإصابة الآخر تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلاء أمس الخميس من توقيف مواطن إفواري مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب حيث أقدم على إلقاء قنينة غاز صغيرة الحجم وسط كومة من العجلة المشتعلة أثناء تجمع عدد من الأطفال مما تسبب في وفاة طفل تبلغ من العمر خمسة سنوات أما فيما يخص حوال الطقس فتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجة حرارة تتراوح ما بين 33 و37 و40 درجة من السبت إلى الثلاثة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة ورياضياً أصدر نادي الوداد الرياضي بلاغاً احتجاجياً على تحكيم مباراته الافتتاحية ببطولة كأس الملك سلمان أمام السد القطري والتي انتهت بالتعادل السلبي واصفاً ما حدث بالمهزلة التحكيمية التي قام بها الحكم المصري محمود البناء بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز مشاهدنا الكرام إلى اللقاء ما تنسنش تدير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش تصل بكل جديد اشتركوا في القناة